اشتركوا في القناة تم احداثها منذ سنة 1972 واحتفلت سنتين التالي بالذكرى الخمسين لانبعاثها خمسين سنة مسيرة مسيرة رفقت فيها القطاع الصناعي في تطوره اللي كان عنا عدد قليل من المؤسسات اليوم اصبح عنا نسيج صناعي متكامل نسيج صناعي فيه اكثر من خمسة الاف مؤسسة تشغل اكثر من عشر اشخاص كل واحدة المجموعة الموطن الشغل اللي يخلقها القطاع الصناعي هي في حدود خمسة وثلاثين الف موطن شغل كل قداش خمسة وثلاثين الف موطن شغل خمسة وثلاثين الف موطن شغل خمسة وثلاثين الف المجموعة متاع الخمسة الاف مؤسسة هما يوفروا خمسة وثلاثين الف موطن شغل وعندها مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني الصناعي نرجع للوكالة الوكالة هي عندها تمثيلية جهوية في كوافة ولايات الجمهورية تأدي خدمات عن قرب لفئات المستثمرين والباعثين مجالات التدخل متاعها هي الاستثمار الانبعاث متاعها كان كوكالة النهوذ بالاستثمارات في 72 ثم تطورت مجال تدخلها إلى عدة عنشطة أخرى المجال الأول الرئيسي الذي تعمل عليه وكالة النهوذ بالصناعة والتجديد هو الاستثمار في مجالات الصناعة والخدمات تساهم معناتها بإعطاء المعلومة للمستثمرين تساعدهم معناتها لتكوين المؤسسات متاعهم وترافقهم معناتها في الخطوات الأولى معناتها لدخول النشاط متاعهم على مستوى وكالة النهوذ بالصناعة والتجديد عنا شبك موحد وفضاء مخاطب وحيد في المقر المركزي وعنا شبابيك موحد المقر المركزي الذي هو فيه؟ اللي هو في تونس 63 نهى السوريا قرب الإذاعة لهنا المقر المركزي فيه شبابيك موحد وفيه فضاء مخاطب وحيد اللي يمكن المستثمرين باش يجيوا يقوموا بعملية التكوين متاع الشركات متاهم معناتها في نفس الفضاء معناتها عنه وفم إطار هو يتكفل بعملية المختلف العمليات اللازمة للتكوين القانوني لدى الواجهة الخلفية للشبابيك اليوم فيه المؤسسات والإدارات المتدخلة في مجال التكوين التكوين القانوني للشركات كذلك الوكالة عندها 28 محضرة مؤسسات في كافة ولاية الجمهورية مع هذه المؤسسات هذه فضاءات يتم فيها تكوين الباعثين جدد الشبان مرافقتهم مساعدتهم على عدد مخططات الأعمال وكذلك معناتها بعد التكوين القانوني باعتبار أن الوكالة عندها الشبابيك الموحدة وعندها مجالات معناتها إحداث المؤسسات وبعد الأحداث يتم إيواءهم في فضاءات خلال السنوات الأولى باعتبار أن السنوات الأولى هي سنوات صعبة بالنسبة للشركات الشابة وابليجون الصغيرة الصغيرة نعم الوكالة بالتأكيد سيكمال واجهت مشاكل أثناء هذه المسيرة أكيد معناتها ككل معناتها مؤسسة ككل مؤسسة ككل هيكل يواجه معناتها عديد الإشكاليات الإشكاليات هي مرتبطة بالإشكاليات التي تعرضوها الصناعيين المستثمرين مثلاً الخطاع الصناعي واجه عديد الصعوبات أولاً معنات الصعوبات المتعلقة بالأزمات المالية العالمية الأزمات الصحية دونك الوكالة باستعانة بالبرامج اللي توفرها الدولة والدعم اللي توفرها الدولة هي الآلة متع التنفيذ للإياليات المرافقة هذه باش تعاون النشيز الصناعي هذا باش يتطور وباش معناتها يكون ريزيستان معناتها للكريز معناتها يجيبها يقاوم يقاوم ويبقى معناتها تلك الحمد لله اليوم معناتها النشيز الصناعي معناتها متكامل في ديفيرسي فيه معناتها في عديد القطاعات ورغم للصعوبات اللي كانت معناتها واجهتهم فهو يواصل فيها تعطيني فكرة على القطاعات هذه مثلا اللي تخدم معها الوكالة معنات القطاعات الصناعية عندنا القطاع النسيج والملابس كما تعرف وهو قطاع مهم برشا قطاع مهم وقطاع مشغل دونك وقطاع مصدر يعني فيه عديد فيه معناتها جانب كبير من التصدير كذلك عندنا قطاع الميكانيك والميكانيكي والكهربائي والإلكترونيك اللي هو قطاع مهم جدا كذلك عندنا قطاع الصناعات الغذائية اللي هو قطاع معناتها مهم في تونس عندنا نجم نقوله من من الخطاعات ولا من المهمة في تونس واللي أعطات نتائج كبيرة معناتها تونس عند قدرة نفسية فيها كبيرة هي قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات هذو ما نجم نقوله اللي هم زوز قطاعات وعدة واللي تونس عندها مزايا تفاضلية وعندها معناتها القدرة أنها تجلب استثمارات أجنبية أخرى في القطاعات هذية في القطاع هذا السيارات والطائرات خاصة يعني حاجة كبيرة هذية الدول الكبرى المصنعة للطائرات واللي عندها تقدموا كبير في هذا المجال معناها تونس حاجة بسيطة قدامهم هي أن تونس معناتها الميزة متاعها معناتها القدرة متاع الشباب متاعها على التأقل مع التكنولوجيات الحديثة معناتها اليوم عنا طاقات مهمة في تونس والطاقات قادرة أنها تتأقل مع التكنولوجيات الحديثة وكما تعرف صحيح الكفاءات والطاقات موجودة ولكن الإمكانيات المتاحة أمامهم الإمكانيات المتاحة كيف يجيب معناتها مستثمر أجنبي ويجيب المصنع متاعه اللي هنا في تونس للقطاع يعني يلقى اليد العام للكفئة اللي يتمكنوا باش يكون تنافسي حتى في الأسواق العالمية وطبعا المستثمر لابد أن يلقى المجال المفتوح أمامه ميسر حتى على مستوى شبكة طرقات مثلا اللي هي مشكلة مطروحة هي ناحية اللوجستية مهمة جدا يعني على خاطر المستثمر الوقت اللي يجي يحب يلقى الميناء قريب المطار قريب الوصول إليهم سهل باش يسرع له في التصديق متاعه والتصريح هذا يربحه في وقت ويربحه في كلفة بالطبيعة الميزة التنافسية التونس عندها ميزات تنافسية في الموقع الجغرافي وكذلك عندها ميزات تفاضلية مهمة في كفاءة اليد العام للكفئة هذا مهم مهم جدا لماذا على خاطر اليوم معاش نقيسه التنافسية بالتكلفة اليد العام للكفئة بالتجديد والتكنولوجيا والتحكم في التكنولوجيا نعم هذا ما هو ومعنى المقاومات المنافسة في العالم وهذا ضروري سيكمال الورفلي معناها فتح مجالات تشارك مع مؤسسات أخرى من خارج البلد يعني اللي هما متقدمين ومتطورين في هذا المجال باش المؤسسات هذه وانتوما حتى الوكالة تستفيدوا من الخبرات الأخرى أكيد دونك هو من المهم متاع الوكالة الأخرى أنها هي تربط علاقات شراكة نعم بين المؤسسات التونسية والمؤسسات الأجنبية الأجنبية خاصة الأوروبية علاش الأوروبية لخاطر عندهم التكنولوجيا والقرب والسوق الأوروبية هي الإنتاج التونسي يتصدر أغلب في السوق الأوروبية العلاقات هذه تكون علاقات شراكة تجارية وتكون كذلك علاقات شراكة تكنولوجية لتصير عملية نقل التكنولوجيا بين المؤسسات التونسية والمؤسسات الأجنبية وتصير شراكة بيناتهم وتطور تولي المؤسسات التونسية تعمل منتوج ذا قدرة تنافسية وذلك جودة ويفرض روحه في الأسواق يفرض روحه ويكون معناتها تنافسي في الأسواق ما هي الشركات هذه خاصة أشرت كمال مع البلدان الأوروبية ولكن كذلك حاجة بها لما تفتح خطوط أخرى مع بلدان أخرى حتى بعيدة شوية فمشت قليد معها في الشركات هو معناتها ثم مجهود متكامل بين الهيكل الهيكل الوطنية مثلا مركز الصاديرات هو يعمل أكثر على تصدير المنتوجات ويمشي لعديد البلدان مع بعضنا نمشي مع بعضنا كفريق عمل هو السوق الأفريقي مهم ويعني نحن شاركنا مؤخرا أيام 11 و 12 في منتدى أفريقيا اللي تم معناتها تنظيمه في تونس وكانت فما بوادر أنه يكون معناتها تونسا يمشي ويستثمر في البلدان الأفريقية كذلك كذلك ثم شركات بين الأفارق المؤسسات أفريقية ومؤسسات تونسية ونحن نكونوا معناتها همزة الوصل كالوكالة همزة الوصل بين المؤسسات هذه باش تقيم علاقات شراكة رابحة رابحة معايش شراكة معناتها للشراكة فقط يعني فما ضمان لنجاح في العمل بالضبط انتوما في الوكالة كما أشرت قدموا المعلومة يعني توفروا للباعثين الشبان للمؤسسات هذه التونسية باش توحيطوا بكل مشمولات الملفات المقدمة بالضبط هو بالنسبة للوكالة هي معناتها مؤسسة إحصائية عنا عنا فريق عمل يخدم على الأحسائيات المتعلقة بالصناع عنا معناتها معطيات اللي نقدموهم للسلطة الإشراف والهيكل العمومية الكل تتعلق ب تطور الاستثمارات ايشنو القطاعات اللي فيها استثمارات في المدة المحاينة معنا مقارنات بين السنة الفارطة والسنة هذية دونك المهم بعتبار الخبرة متاعكم أيضا انتوما ربما تنصحوا باش يختار المشروع هذا دون المشروع هذا بضبط احنا فما مشاريع معناتها مبالات كلاسيكية وفما مشاريع مجدلة فيهم معناتها السوق ممكن معناتها تلقى سوق على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي السوق التونسي ذايقة معناتها السوق الصغيرة اللي يستثمر يحاول انه يلقى منتوج يخرج للخارج للتصدير دونك بالنسبة لي نحنا كذلك نعمل دراسات دراسات استراتيجية في القطاعات الدراسات هذه نخرج منها افكار مشاريع اللي ممكن المستثمر يشوفها ويقتنع بها مشاريع معناتها عندها اضافة ودونك وينجم يستثمر فيها دونك من المهام بتاع الوكالة ايضا انها الدراسات وتقوم بالدراسات هذه اللي تفرز افكار مشاريع حاليا معناتها عنها دراسة تتعلق بالخطاعات الواعدة الكرينو بورتور اللي هي معناتها في طور الانجاز مثلا يعني شنين القطاعات الواعدة هذه من اهم القطاعات الواعدة اللي ببدايت معناتها تبرز من خلال الملامح الاولى للدراسة مثلا القطاع الأدوية للحصول على الاكتفاء الذاتي في الأدوية كما تعرف الاشكال اللي صار وقتها بعد الكوفيد انه معناتها ما كانش فما توفر الأدوية هو توحليا فما أدوية ناقصة بضبط معناتها الاكتفاء الذاتي من الأدوية مهم جدا معناتها كذلك للطاقات المتجدة اليوم أصبح معناتها من الضروري للتكلفة معناتها الطاقات الكلاسيكية مهم أنه نتجه للطاقات المتجدة ودونك فما قطاعات مهمة في الجانب هذا اللي ممكن معناتها تكون مشاريع مجدية للبلاد كذلك الصناعات الغذائية مهمة جدا يعني صناعة إلكترونية الإلكترونيك خطر مطلوب في الخارج وكل شيء بالإلكترونيك ودونك عنا باب للتصدير عنا مجال للتصدير وكما تعرف التصدير هو يجيب العملة الصعبة والميزان التجاري ويحاول يقلس من الفجوة ذيك في الميزان التجاري نايا وأشرت سيادتك إلى الملابس والنسيج وهذا يعني باب مهم جدا باعتبار أنه كفاءة التوانسة في هذا الباب في هذا المجال والدول الأخرى تشري وإحنا قلش مرة شفنا معناها ألبسة معروضة في واجهات أنت مع غازات كبرى في أهم العواصم الأوروبية أكيد أكيد أنه القطاع النسيج مهم جدا في لزوز جوانب معناتها الجانب الأول هو الطاقة التشغيلية متاعه اللي هو قطاع من أكثر القطاعات المشغلة في تونس الجانب الثاني التصديق إن شاء الله يكون مربحة لا موجد معناتها بالنسبة حاليا يعني أشياء كسوة تدخلط في تونس أوروبا وتتباع في معناها أوروبا في باريس أو في روما بأسعار غالية بالضبط بالضبط حتى الجانب التونسي معناتها عنده هامش من الربح في العملية هذه ومعناتها العملة الصعبة تدخل كذلك من خلال التصديق هذا كذلك القطاع النسيج هو قطاع نجم تقول وليت فيه التكنولوجيات الحديثة وليت فيه كوبا ديستانس وليت فيه معناتها ينجم يقيس معناتها الكسوة متاعه فيرتويل مون يختار الألوان دونك مهم المؤسسات التونسي انخرطت في مجال الصناعة الذكية مجال الصناعة أربعة وعديد القطاعات كذلك انخرطت في هذا المجال ومن البرامج اللي تنفذها ويكلة النوض بالصناعة وتجديد هو مساعدة المؤسسات على الانتقال للصناعة الذكية هذه اللي هو عامل من عوامل تطوير القدرة التنفسية للمؤسسة صحيح سيكمال وارفين اللي طبعا بعض المشروع اللي يفكر فيه مشروع لابد أنه يكون عنده رصيد مالي باش ينطلق به بتوما تشجعوه احنا باو ثم وكالة هي عندها امتيازات الدولة معنات عنا لجنة وطنية اللي توفر امتيازات الدولة الامتيازات المالية اللي توفرها الدولة ويتحصل عليها المستثمرين دونك عنا اللجنة وطنية تنظر في المطالب متاع الامتيازات هذه وتعطيهم وتوافق على الامتيازات من خلال اصدار معنات مقرارات وياخذوا المنح المتاع من البنك المركزي لأنه هذا يشجع الشباب بصفة خاصة واصحاب المشاريع اكيد والمؤسسات الصغرى خاصة خاصة المؤسس الصغرى اللي تستحق معنات التمويل جانب آخر فكرة فيه الوكالة منذ 2017 هو التمويل التشاركي احنا من خلال لقائتنا بالباعثين الشباب لاحظنا انهم يلقاوا بعض الاشكاليات في الحصول على التمويل الكلاسيكي من البنوك ومن المؤسسات المالية علاش خطر ما عنده ضمانات معنات ما تخريج تعليم العالي عنده شهادة تبقي انك يحب يعمل مشروع يلقي اشكاليات في الحصول على التمويل رغم اللي فما بعض الاليات كما البنك التضام فكرت في انه في تونس يكون عنا نوع جديد من التمويل التمويل الباديل يتسمى التمويل التشاركي الكراود فاندينج التمويل التشاركي هذا شنو هو فيها ثلاثة متدخلين هو فما باعث المشروع فما مساهم في المشروع وكذلك فما منصة الكترونية دونك باعث المشروع يحط الفكرة المشروع متاعه على المنصة الفكرة هذه تنجم تعجب عديد المساهمين معنات ينجم يكون أشخاص عاديين ينجم يكون شركات ينجم يكون بنوك مؤسسات التمويل ويعجب الفكرة يقول نحب نشارك في تمويل هذا المشروع ويصير العملية هذه عبر منصة إلكترونية معناتها منصة إلكترونية اللي يسيرها مصد خدمات التمويل التشاركي الوكالة خدمت على القانون هذا مع شركائها وفي سنة 2022 معناتها تم سنة القانون سنة 2020 والأوامر التربتيبية سنة 2022 وبعد فما هيك التعديلية البنك المركزي سلطة التمويل الصغير هيئة السوق المالية كل واحد مختص في نوع من التمويل التشاركي عملوا المذكرات الداخلية لدخل لدخل التمويل التشاركي في الخدمات المتاعها وحاليا معناتها عملنا على مستوى الوكالة خطة اتصالية باش نعرفوا بالآلية هذية ودونك تم اتلاقها يوم 31 أكتوبر خلال المنتدى في تونس وعننا المنتدى الجهوية عملنا المنتدى الأول في سوسا وكذلك عنا ان شاء الله قريبا نقبل منتدى جديد باش يصير في ولاية من ولاية الجنوب للتعريف بهذه الآلية وان شاء الله ستكون لذا وقتها بعض المنصات تحصلت بعض المنصات تحصلت على الترخيص حتى يبدوا الباعثين يحطوا المشاريع المتاهم ويشوفوا ويلقوا التمويلات ان شاء الله تتحقق أحلام برشا شباب خاصة وتنجح برشا مؤسسات يعني من حين إلى آخر توصلكم طلبات أو ملفات أكيد أكيد معنا ديما تجي ثم بعض الأسألة بعض الصفسارات حول التمويلات حول التكوين القانوني حول الشركة كيف يتم تكوينها نظام الأساسي عنها على موقع الواب معناتها نظام أساسية نموذجية معطيات الكل ينجم يدخل الموقع الواب بساعات معناتها مباشرة ينجم يجي عن طريق الصفحة الرسمية يعني بالحق أنتم كوكالة وكالة النهوذ بصناعة والتجديد تحفزوا الشباب خاصة أكيد أن نحفزوا الشباب نحن نعتقد أن الشباب عنده القدرة في تونس اليوم أنه يعمل شركات الناشئة الشركات الناشئة التي مهم جدا كرافع من رافعات الاقتصاد الشركات الناشئة نحن نوفر لهم الإطار المناسب من خلال التكوين من خلال المرافقة عنا خبراء يعملوا معنا في محاض المؤسسات هم اللي يرافقوا مع إطارات الوكالة يرافقوا لأصحاب المشاريع ويمكنوهم من حتى الدراسات يعملوا معهم الدراسات ويعملون مخطط الأعمال اللي النجم يكون ياخد به التمويل من البنك ونحاول نرجعهم على طرق التمويل الممكن للمشاريع متاعهم أخيرا دوركم كبير برشا وأساسي في استقطاب الاستثمار سي كمالة مهم جدا استقطاب الاستثمار والحمد لله احنا في السنة التلفين واربع وعشرين المؤشرات إيجابية طبع مثلا نجم نعطيك بعض المؤشرات من ناحية عدد المشاريع في الأربع شهور الأولينين ثم تطور بنسبة ثمانية فاصل أربع بالمئة أربع شهور بالنسبة للسنة هذه التلفين واربع وعشرين نعم نعم كذلك لنا من ناحية الأحداثات مهم الأحداثات معناتها شركات جديدة التطور من ناحية العدد بخمسساش 1.5% معناتها مهم المؤشرات مهمة شراكات أجنبية 14% من ناحية الاستثمارات تطور معناتها 24 أربع شهور بـ 23 معناتها كذلك عندنا عندنا مواطن الشغل كذلك عن الخدمات مرتبطة بالصناعة استثماراتها تطورت ب7.2 في الخدمات كذلك شركات أجنبية 66.2% مهم أنه ثيقة الأجنبي المستثمر الأجملي في تونس ما زالت وقاعدت تتطور إن شاء الله تتحسن أكثر كذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورت ب31.8% كل هذه مؤشرات إيجابية اللي تدل على أنه نسق عود رجاع لطبيعته وإن شاء الله من هنا لخ العام تكون أحسن وأحسن الفترة متاع الكوفيد ضررتكم الفترة متاع الكوفيد هي كانت عندها أثار سلبية على بعض المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة اللي ما عندهاش الأموال المتداولة اللي فون دول الماء خاطر في الوقت ما فيماش إنتاج وما فيماش عمل ويخفل معناتها من ناحية من ناحية وذلك اللي عطل وذلك اللي عطل دونك كان الدولة ساعدت عاملت معناتها مخططة إن شاء الله تكون برشا مؤسسات تداركة الأمر هو توثم تداركة نحن نعملوا مقياس مناخ الأعمال مقياس مناخ الأعمال هو معناتها صبر آراء المستثمرين على عدة نقاط ورقينا أنه معناتها فمع نسبة كبيرة اللي قالوا راو استرجعوا النسق بعد الصعوبات اللي يلقاهها في الكوفيد نعم نعم شكرا سي كاميل ورفلي المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة شكرا يومك سعيد برك الله فيك شكرا إلى اللقاء